أما الآن فيسرني دعوة سعادة السيد زلماي خليل زاد والملة عبدالغاني برادر لتوقيع الاتفاق اتفاق سلام تاريخي بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية أعلن عن توقيعه رسميا في العاصمة القطرية الدوحة بحضور ممثلين عن ثلاثين دولة ومنظمة دولية ليتوج عشر سنوات من المفاوضات بين الطرفين جرت في عدد من الدول وعلى مختلف المستويات الاتفاق وقعه المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ورئيس المكتب السياسي ونائب زعيم حركة طالبان الملة عبدالغاني برادر بعد مفاوضات استمرت لأكثر من عام في الغرف المغلقة وأصدرت الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية بيانا مشتركا أكد أن واشنطن وحلف الناتو سيسحبان قواتهما من أفغانستان خلال 14 شهرا وفق جدول زمني إذا أوفت حركة طالبان بالتزاماتها وشدد البيان المشترك على أن الولايات المتحدة وأفغانستان ستعملان معا من أجل المصالحة الشاملة لإحلال الأمن في أفغانستان والمنطقة والتوصل إلى حل سياسي بناء على المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية إضافة إلى وقف شامل لإطلاق النار وحيال القرارات الأممية بشأن قيادات طالبان أكد البيان أنه فورا عقاد الحوار الأفغاني الأفغاني ستطلب الحكومة الأفغانية عبر قنوات دبلوماسية من مجلس الأمن الدولي اتخاذ خطوات من أجل إخراج عدد من قيادات الحركة من القائمة السوداء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن الأيام الماضية شهدت انخفاضا ملموسا بالعنف لكنها ليست سوى بداية الطريق فيما عد نائب زعيم حركة طالبان الملة عبدالغني برادير الاتفاق بأنه انتصار للجميع معبرا عن أمله أن يتحقق الانسحاب الأمريكي لكي يتحقق الازدهار والرخاء ترحيب كبير حفل به الاتفاق الذي سينهي تطبيقه أطول حروب الولايات المتحدة الأمريكية لتبدأ إعادة إعمار أفغانستان التي تريد اليوم أن تستعيد حياة افتقدتها طويلا وهو ما ظهر جليا بترحيب الشعب الأفغاني الذي يأمل بفتح صفحة جديدة بعد أن دمرتها عقود من الحرب الضروس ترجمة نانسي قنقر